اشتركوا في القناة كل هذا في تناسق يؤدي إلى ظهور الأمور كما هي عليها الآن بعد أن تأتي مقدمة إلى مؤخرة وكل حلقة تتبعها حلقة أكثر تطور منها وتتشعب إلى عدة تشعبات تؤدي إلى فناء كثير من الأشياء وظهور أشياء أخرى أكثر تطور تواصل المسيرة عندما نفهم هذا الأمر يصبح كل شيء واضح وكما يقول المثل التونسي عندما نعرف السبب يبطل العجب وهكذا يصبح كل شيء طبيعيا ومقبول عقليا وواقعيا وليس هناك لا معجزة ولا شيء خارق للعادة نحن ديما نتساءله كيفاش جينا؟ هذه الأسئلة الوجودية الكبيرة جانب كبير منها مع أنت موجود عندما نفهم كيفاش وقع هذا التطور على ملايين السنين وعلى فترة طويلة وكيفاش تحكمت فيه عدة من العوامل أدت إلى ظهوره إذن علاش نتعجب؟ علاش نحب نبعده بعيد؟ علاش نحب نعقده الأمور؟ الأمر واضح كل شيء مفهوم حاول بشي تبحث وتشوف وتفهم اللي هذا الأمر جدا طبيعي إذن بعد ما فهمنا هذه الحقيقة وقد وصلنا في الفيديو السابق إلى ظهور أول حضارة إنسانية مسجلة وثابتة تاريخيا التي هي الحضارة السومارية والتي بش نتكلم عليها في هذه الفيديو ومنها سوف ننطلق لمعرفة كيف تطورت الحضارات عند الإنسان ولكن قبل ما نبدأ الحديث عن هذه الحضارة الغريبة والمنسية في نفس الوقت وطول نقول عليش منسية يجب أن أوضح نقطة مهمة توصلت إليها من خلال حياتي بصفة عامة ومن خلال بحثي في العلوم وخاصة في التاريخ يجب على الإنسان أن يعلم والمستمع اللي يسمع فيها إن أغلب الحقائق راهي موجودة قدام عينيك يكفي أن تبحث عليها وتنقب عليها وتفكر وتخدم مخك مع الأسف هذه الحقائق ما هيش ظاهرة للعيان ما هيش مع أنت في متناول الجميع وإنما اللي ظاهر للعيان واللي في متناول الجميع أغلبها أكاذيب أو جزء برك من الحقيقة فقط تخدم مصالح شخصية لبعض الأفراد وخاصة مصالح لبعض المجموعات سواء لبعض اللوبيات أو لبعض الشركات أو لبعض الأديان أو لبعض الإديولوجيات أو لبعض الأشخاص المستفيدين من ترويش هذه الأفكار من أجل استعباد الناس وتخليهم في جهل وينجموا يتحكموا فيهم كما يحبوا لأن قيادة المجموعة أسهل من أنك تتعامل مع كل فرد وحده هذك علاش يجيوا يخلقوا أكاذيب وأساطير ويركزوا على بعض النقطة بش الناس تتبحها وهما ينجموا يجدوهم كما يحبوا وهذا بصفة عامة هذه النقطة حبيت نقولها لأنها نقطة جدا مهمة أما في الحقيقة وتتبحث في الزخم الكامل هذه من المعلومات رأي الحقيقة موجودة وواضحة للي يبحث واللي يخدم مخه واللي مختص في هذه الأمور ولكن أغلب المختصين مع الأسف يخليوها لرواحهم ولا يخليوها في الدائرة متاحهم على خاطر ميحبوش يخسروا مكنتهم الاجتماعية ويمكن يتعرضوا التهديدات كبيرة المشكلة أنه من نجموش نمحيو هذه الحقيقة ولكن النجم ومن تكلموش عليها ومن عرفوش بها وما يطلعش عليها الإنسان العادي وتبقى في مجال معين أكاديمي أو أماكن معينة يطلع عليها بعض الأشخاص هذه هي الفكرة اللي موجودة واللي تتابع البشرية عندها آلاف سنين ما يسمى بالعامة والخاصة وخاصة الخاصة إذن المعرفة ما هيش قاعدة توصل للناس الكل كيف كيف ولكن اليوم مع تطور العلم مع الأنترنت مع كمية المعلومة انتهى هذا الوقت والإنسان أصبح أكثر واعي وينجم يتفهم أكثر ولهذا أنا نشوف هذه الطبقية العلمية الموجودة عند البشرية والتي يمكن كانت لظروف معينة وضعت يجب أن ترفع اليوم ويجب أن نطرح للناس الحقيقة كما هي وأن نقولولو كل شيء هاوش فامة وهاوش فامة وهاوش فامة وهوش فامة علاش نقعد الرقز على حاجة معينة نجيه مثلا في منطقة معينة الرقز على جانب معين من الحقيقة في منطقة أخرى أو في شعب آخر رقز على جانب آخر من الحقيقة في مبلصة أخرى نفس الشيء وطلقى الإعلام كل الإعلام عنده القنوات متاعه بشيروج اللي يحب عليه هو يروجه بينما كامل الحقيقة وبقية الحقيقة نخفيها تبقى عند ناس مختصين يعني محجوزة في مكان معين وأنا هذا هو هدفي من هذه الفيديوهات وأنا خديت عهد على نفسي أني نقول نعطي للمستمع كل الإفتراضات مهما كان خلينا نتعاملوا مع الإنسان كإنسان عنده عقل ما عادش نتعاملوا مع الإنسان كشي قاصر يعني فكرة إنها الإنسانية أو أغلب الناس ما يفهموش وإنهم بهايم وإنهم أحمير وإنهم كذلك يا سيدي حتى وإن كانوا كذلك خلينا نعرفهم ونعطيوهم المسئولية ويتحملوا المسئولية في قراراتهم علش نحبوا ديما نقودوهم ونستعبدوهم المهم يعني طولت في هذه المقدمة في الحقيقة وهنا حابيت نقول نقطة أخرى اللي أنا مع أنت بش نحاول نجزوز فيديوهات في الأسبوع لأنني مع أنت بدأت مع أنت شغل مع أنت جديد ما يكونش عندي وقت كافي وكان ما نجمتش أنا نوعدكم اللي مع أنت تكون على الأقل في السبت ولا حد نعمل فيديو إذن ننطلق فهمت في الحديث عن الحضارة السومارية أولا قبل أن أتك أتكلم عن الحضارة السومارية التي تعتبر أول حضارة إنسانية باعتراف كل العلماء والتي تركت لنا آثار مكتوبة ومنقوشة تدل على عظامتها وعلى وجودها النقطة اللي حبيت نقولها في هذا الفيديو ما نشبش ندخل في التفاصيل عن هذه الحضارة من الناحية التاريخية التي يمكن أي واحد فيكم أن يبحث على جوجل ويحصل على زخم كبير من المعلومات لمعرفة تفاصيل هذه الحضارة وما توصل إليه العلم اليوم من بحوثات طبعا سوف نجد الغث والسمين ولكن يجب الاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة ولا نتبع التخمينات والافتراضات والتصورات الوهمية وانتم تنجموا تفرقوا من بين معلومات رسمية ومن بين معلومات تخيلية في هذا الفيديو كما قلت لكم ما نشبش نتطرق للحضارة السومارية كما ذكرها التاريخ وإنما سوف أتكلم عن نقطة الغامضة والشبهات التي طرحت حول هذه الحضارة من ناحية أصل السوماريين لماذا السوماريين لم يذكروا في التاريخ وكانوا عبارة على حضارة منسية ومن ناحية الإنجازات العلمية التي قدموها للبشرية وتطورهم في المجال العلمي وهو أهم نقطة والتي تخصنا هنا هي المعتقدات متاحهم دعنا نبدأ بأول نقطة متى تم اكتشاف وجود الحضارة السومارية الغريب في الأمر أن حتى كتاب من الكتب التي تدعي أنها سماوية سوى القرآن أو الطورات أو الإنجيل وكل هذه الديانات الإبراهيمية لم تذكر أصلا وجود الحضارة السومارية أما في الكتب التاريخية الرومانية والإغريقية والفريسية وغيرها النجم قوله لم يتم ذكر الحضارة السومارية بطريقة صريحة يعني كأن هذه الحضارة لم يكن يعرفها أحد كأنها ليست موجودة أصلا وهذا النسيان أو الإهمال لم يكن بالصدفة وبدون فعل فاعل إنكار وإهمال ونسيان الحضارة السومارية السبب إمتاع وواضح أن الحضارات اللي جات من بعد وهالديانات هذه السماوية لكلها سرقت من الحضارة السومارية ومساعدهاش تتكلم على الحضارة السومارية وتكشف للناس مصدر معلوماتها وهذا اللي يقع بالضبط هذاك علاش معنتها لو نعود الآن إلى الحضارة السومارية نلقاه كل ما هو موجود في الأديان سوى الإسلام سوى المسيحية سوى اليهودية أو الديانات اللي في تلك المنطقة لكلها نلقاهوها الحضارة السومارية تكلمت عليها من قبل وهكذا نفس الشي بالنسبة لكثير من المعلومات والاكتشافات اللي تم اكتشافها في عهد الحضارة السومارية واخذوها الكلدانيين والبابليين والفراعنة وادعوا إنها لهم هذه هي المشكلة الكبيرة اللي خلى إن هذه الحضارة معانتها تم سريقة كل إنجازاتها ومحوها من الذاكرة البشرية ولكن كما نقولوا اللي يسرق يجي نهار ويتشد وقتاش اكتشفنا أن هناك حضارة سومارية قبل أن نقولوا فهم الحضارة كلدينية البابلية الفرعونية لا تكلموش على الحضارة السومارية حتى 1852 اكتشف عالم الأثار البريطاني الإيرلندي إدوارد هينكس كتابة تختلف عن الكتابة الكلدانية والبابلية هذه الكتابة جايشوف فيها يلقاها قديمة أقدم من البابليين وأقدم من الكلدانيين في عام 1852 اعتقد في البداية إن هذا الاختلاف اللي موجود من بين الكتابة اللي اكتشفها والكتابة البابلية الكلدانية إنها أخطأ في الكتابة وفي الإملأ ولكن عام 1867 جاء أحد العلماء الأثار الفرنسيين اسمه بوليس أوبار وأكد أن هذه الكتابة ليس لها علاقة بالكتابة الكلدانية والبابلية وإنها لغة مستقلة بنفسها وبعيدة كل البعد عن الكتابة السامية وتم تسميتها اللغة السومارية القديمة وبعد تقريبا عشر سنوات تقريبا في 1877 بدأ التنقيب ولمدة عشرين سنة وهنا وقعت المفاجأة حيث تم اكتشاف كثير من الأسطونات الحجارية والألواح الطينية والتماثيل التي تحمل كل المعلومات حول هذه الحضارة وفي بداية القرن العشرين تم الحسم أن الحضارة السومارية هي حضارة مستقلة بذاتها وإنها أقدم الحضارات الإنسانية وإن كل الحضارات التي جاءت من بعدها خذت منها ولكن لم تذكرها لكي تنسب المجد لها ويتم نسيان هذه الحضارة وهكاكا فعلوا الديانات الإبراهيمية كما قلت لكم في أول الفيديو هذكا عليش نسميوها الحضارة المنسية ولكن في وقتنا الحاضر لم تعد منسية وبفضل هذه الحضارة التي تركت كل شيء مكتوب حتى مع أنت أبسط الأشياء على معتقداتها تصرفاتها تحياتها لكل تركته مكتوب إذن هذه الحضارة لا يمكن أن تنسى والآن أصبحت حضارة معترفة بها هي أول حضارة إنسانية إذن هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني الذي نحاول أن نطرحه كيف يكون هم السوماريين؟ هل هم سكان أصليين لجنوب العراق؟ أم جاءوا من بلاسة أخرى؟ هذا الذي نحاول أن نجاوبه عنه في الحقيقة اكتشاف الحضارة السومارية وما تركته لنا من معلومات أذهل العالم والعلماء وحيرهم كيف حضارة قبل 6000 سنة تجعلنا كل هذا وظهرت النجم قوله بطريقة مفاشئة وليس حتى مقدمات وهذا يخالف الطبيعة في ظهور الحضارات وتطور الإنسان الذي تكلمنا عليه من فين جاءت هذه الحضارة؟ وهذا الذي يجعل ياسر أن يكونوا من العراق يمكن أن يكونوا من بلاسة أخرى ولا حتى جاءوا من السماء كما يقولون على رواحهم ونرجع للتفاصيل هذه في الحقيقة أي إنسان يتطلع على ما تركته هذه الحضارة يصاب بالذهون والصدمة ومن هنا نفهم لماذا تم نسيانها؟ لماذا لم تذكر في الديانات؟ لأن أي واحد يتطلع على هذه الحضارة سواء كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي يتأكد أن هذه الأديان لم تأتي بشيء جديد وأن الحضارة السومارية سبقتها في ذلك وتكلمت على كل ما هو موجود في هذه الأديان يعني يكشف الزيف وسريقتها من هذه الحضارة لهذا أنا نقول أن مصدر كل الديانات الإبراهيمية والشرق أوسطية تعود إلى الحضارة السومارية وذاته نتكلم عنه من بعض والمشكلة التي لهذه الساعة لم يتم ترجمة كل ما وجدوه عن الحضارة السومارية وما ترجم منه لم ينشر كله إلا البعض القليل منه ورغم ذلك اللي يصل لنا واللي هو موجود ومنشور يكفي بش نحكمه ونفهمه أن هذه الحضارة مهيش حضارة عادية إذن كثير من العلماء تساءلوا كيفاش هذه تكونت الحضارة؟ شنية المقدمة متاحها؟ من فين جات؟ وهذا اللي بش نحاولو نعرفوه وهكاكا اتطرحت عدة افتراضات نحاولو نطرحوها تقريبا كلها بش ناخذ فكرة على الموضوع ما هو أكيد أن السوماريون ليسوا شعب سامي مثل الكلدن والأشوريين والبابليين وغيرهم الذهما يعتبروا السكان الأوائل للشرق الأوسط لا في لغتهم ولا في كتابتهم ولا في طريقة بنيانهم تدل على أنهم مع أنت الساميين والمنطقة هذيك إذن من فين جاوا؟ طبعا كل واحد يحط افتراضات على حسب المعطيات اللي عنده أو على حسب مصالحه فما بعض العلماء تمدوا على اللغة السومارية حيث إنهم شافوا إن اللغة هذي يزيشي إنها ما هيش سامية إلا إنها تشبه لللغة الصينية الماغولية فقالوا هذا الشعب جاء من الشرق الأقصى أو من ناحية الصين وماغولستان نتيجة يمكن فيضانات وقعت غاديكا ولا صعوبة عيش ونزلوا والقاوا المنطقة متاع جنوب العراق ودجلة والفرات وغاديكا كونوا الحضارة متاحهم ومنهم من يعتمد على طريقة البناء نعرفوا إحنا السوماريين يبنيوا المعابد متاحهم ويعملوا مدارج على شكل أبراج تدل على إنهم قادمين من منطقة جبالية هذاك عليش؟ فمشكون قال إن السوماريين أصلهم من منطقة شمال العراق وتركيا مع أنت حالياً يعني من جهة الأكراد يعني يكونوا من الأكراد نزلوا للمنطقة هذيك ومنهم من يقولوا قادم من الشرق الجزيرة العربية خاطر في هذه الفترة وقعت فيضانات في الخليج العربي الفارسي والناس اللي كانوا يعيشوا في شرق الجزيرة العربية طلعوا نحو الشمال نحو جنوب العراق وفما ليقول لك قادمين من هنغاريا أو نواحي حوض بحر إيجا ومنهم من يقول قادم من إفريقيا ما يعرفوش من مصر من شمال إفريقيا ما يعرفوش بالضبط يعني من فيه مقدم هذا الشعب والبعض يقول إنهم قدموا من وسط العراق نتيجة فيضانات وقعت من بين دجلة والفورات وتغمرت الأراضي متاحهم والمدن متاحهم يا أخي نزلوا نحو الجنوب وطبعا وفما نظرتهم هما اللي نتكلموا عليها في المعتقدات متاحهم يقولوا اللي هما نصف مخلوقات فضائية ونصف بشر يتكلموا على إنها فما كوكب من الكواكب جاءوا منه واختلتوا مع البشر وكونوا ما يسمى السوماريين ومنهم خذاوا كل العلوم طبعا هذه هي أسطورتهم وطبعا تكلموا عليها إذن الاحتمالات كثيرة ما هو أكيد على حسب وجهة نظرهم هما وعلى حسب الافتراضات إنهم جاءوا من بلاسة أخرى ما نعرفوش منين قريبة من آسيا من أفريقيا من أوروبا من أقصى آسيا من الشمال من أي منطقة المهم ووقعت لهم كارثة اذطروا للخروج والذهاب إلى هذه المنطقة التي وجدوها صالحة للعيش وتجاوروا فيها مع السكان العوائل وكونوا الحضارة متاحهم لكن هنا نطرح السؤال الثالث كيف هذه الحضارة ظهرت فجأة علاش يعني مفماش مقدمات شنو الاحتمالات اللي نجمو نحطوها باش نفسروا كيفاش هذه الحضارة في ظرف فترة وجيزة جدا فكونت حضارة كبيرة أطلق عليها الحضارة السومارية في الحقيقة نحن نعتبر الحضارة السومارية بدأت من ظهور الكتابة ومن هناك نعتبر بداية التاريخ رغم أن ننسى أن قبل الكتابة كانت هناك حضارات التي لا تعتمد على الكتابة وإنما تعتمد على النقل والكلام وهي تسبق الكتابة بفترة طويلة وقد تكلمنا في الفيديوهات السابقة كيف تطور الكلام من الإشارات بالأيدي ثم المصاحبة ببعض الأصوات ثم هذه الأصوات تطورت وأصبحت كلمات ثم إلى جمل وهكذا تشعبت وظهرت اللغات نفس الشيء بالنسبة للكتابة بدأت برسوم الأشياء كما هي ثم هذه الرسوم بدأت تتطور ثم تحولت إلى علامات وأخيراً ظهرت ما نطلق عليه الحروف الذي كونت الجمل وهكذا ظهرت الكتابة ونفس الأسلوب في ظهور الشعوب والتجمعات السكنية التي بدأت بظهور قرى صغيرة ثم إلى مدن صغيرة متفرقة ثم هذه المدن بدأت تكبر وظهور تربية الماشية وتربية الحيوانات الأليفة والزراعة والصيد وذلك بين 15.000 وتسعة لف سنة أي قبل تسعة لف سنة أصبحت المدن تكبر يوم بعد يوم وتتطور على حسب تطلبات الناس الذين يعمرون تلك المدن وعلى حسب حاجاتهم وهنا بدأ يظهر التنافس من بين هذه المدن وبدأت المناوشات من بينهم وبداية الغارات والحروب الصغيرة خاصة في المناطق الأكثر تطورا والمدن بدأت تقترب أكثر من بعضها ولننسى أن الشعوب كانت تتنقل عندما تحصل كارثة في منطقة معينة أو ينقص الأكل أو أي شيء آخر الشعوب تنتقل إلى مدن أخرى وتتجاور مع شعوب أخرى وهذا كان أمر عادي في ذلك الوقت كما أن المعلومات تنتقل بين الشعوب سواء بالغارات أو الهجوم أو الاستقرار بجنب شعب آخر يستفيدون من بعضهم وكانت منطقة ما يسمى جنوب العراق هي منطقة آمنة وتقع بين نهرين وفيها ظروف العيش المتوفرة وهي نجم نقوله مفترق طريق قريبة لآسيا لأقصى آسيا قريبة للشمال قريبة لأوروبا قريبة لإفريقيا فكانت عبارة على مفترق طريق اجتمعت فيه ياسر شعوب وكل واحدة جابت عندها ومن اكتشافاتها ومن اختراعاتها واندمجت لبعضها إذن نجم نقوله أن هذه الحضارة التي قامت في جنوب العراق هي حضارة إنسانية يعني تجمع كل إنجازات الإنسان يعني من 15 ألف سنة بل من قبل فمثل يورثوه الإنسان العاقل واللي اتناقلوه وليطوروه واجتمعت في تلك المنطقة كما ترى مثلا أمريكا اجتمعت فيها كل الطاقات العقلية والفكرية وكونة ما يسمى أمريكا فيها من إفريقيا فيها من أوروبا فيها من آسيا إذن نطلق هذا الاسم على السوماريين ولكن هما في الحقيقة خليط من الشعوب رغم أن دخول السوماريين إلى تلك المنطقة وجدوا شعب آخر أيضا واستفادوا منهم واختلطت ما يسمى التجارب والطاقات إذن هذا أمر ليس غريب على حسب سنة التاريخ وسنة التطور وهناك احتمال ثاني الذي يقول قد تكون هناك حضارة أخرى في منطقة أخرى ووقعت لها كارثة أو لظروف معينة خرجت من تلك المنطقة وانتقلت إلى منطقة جنوب العراق كما يذكر اليونانيين حول ما يسمى حضارة الأطلانتيك أو كما يذكرهم نفسهم السوماريين حول الطوفان الذي وقع في المدينة أو في المنطقة التي كانوا يعيشون فيها هذا لا يغير شيء لأن قدومهم إلى تلك المنطقة استفادوا أيضا بما موجود في تلك المنطقة من تطور للزراعة وغيرها يمكن هما جابوا علوم أخرى ودمجوها مع العلوم متاحهم ومن هنا ظهرت يعني يسمى بالحضارة السومارية على أساس إنها شيء خارق للعادة رغم إنها لو نثبتوا في الموضوع يعني الدقة نشوفوا إلي المسألة تكون طبيعية الأقصى شيء ممكن لأن هناك تجمع إنساني في منطقة هذهك من كل المناطق سوى من أقصى آسيا سوى من الهند سوى من الصين سوى من أوروبا سوى من إفريقيا وكونت هذه الحضارة التي يطلق عليها الحضارة السومارية وهي لا تعتبر أنا حسب رأيي حضارة عراقية فامتمية في المياه وإنما حضارة إنسانية كبيرة إذن عندما استقر السوماريون في منطقة جنوب العراق قرب الشعب الكلداني السامي لم يكن في ذلك الوقت حروب تقريبا يمكن كانت هناك مناوشات ولكن ليس حروب بأتم معنى الكلمة لأن الهجرة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان كانت عادية ولم يكن هناك استعمار لشعب آخر وإنما كان هناك مكان للجميع ولكن بعد ظهور هذه الحضارة السومارية بدأت تتكون فكرة الحروب والسلطة والسياسة والقوانين وكل ما نعرفه اليوم من أنظمة الحكم والذي كان مرتبطا في ذلك الوقت بالمعتقد خلينا قبل ما نتكلم عن المعتقد نذكر المجالات العلمية والتطور العلمي والحضاري التي وصلت إليه في الحضارة السومارية يمكن أن نقول أن الحضارة السومارية برعت في كل العلوم التي نعرفها اليوم لم تترك علم أو معرفة إلا قد قامت بها وكما قلنا أن هذه الحضارة نتيجة أعمال إنسانية من كل مناطق الأرض وجمعت كل الطاقات البشرية وأسست هذه الحضارة الإنسانية في هذه المنطقة التي تعتبر خاصة في ذلك الوقت من أخصب بقع العالم المتوفرة على كل ما يحتاج إليه الإنسان للعيش من ماء عذب حيث توجد بين نهرين دجلة والفرات ولهذا كانت الزراعة من أهم العناصر التي أدت إلى تطور هذه الحضارة حيث برع السوماريين في تطوير الزراعة والقيام بالحرث وتصنيف أنواع النبات البرية والصالحة للزراعة وأتقنوا في تربية المواشي للأكل والركوب والنقل واستعمال ألبانها وجلودها كما برعوا في بناء السدود وقنوات المياه لري الأرض وحمايتها وأهم إنجاز قاموا به السوماريين هما اختراعهم الكتابة بالحروف وجعلوا القواعد في النطق وجعلوا القواعد في الكتابة وتركيب الجمل وأصبحت المعرفة والعلم تكتب وتنقل كتابيا بعدما كانت تنقل شفاهيا كما هم أول من بنى بالطوب المحروق لبناء القصور الضخمة والمعابد الكبيرة وبرعوا في الهندسة وتخطيط البناء والشوارع والساحات والمدن الكبيرة كما أبدعوا في الصناعة والتجارة والفنون وإدارة شؤون الدولة وسن القوانين والأنظمة كما أنهم برعوا في الطب والعلاج ومعرفة الأمراض وعلاجها كما تفننوا في صناعة السفن الكبيرة العملاقة سوى للصيب أو للصفر إلى مناطق أخرى بعيدة للتجارة والتعامل والمعرفة ورسموا الخراءة الملاحية التي تسير عليها السفن وفصلوا في البلدان ووضعوا الخراءة وكانوا سباقين في علم الفلك والأبراج والكواكب ووضعوا الخراءة للمجموعة الشمسية وعدد الكواكب عشرة إضافة إلى الشمس والقمر والأبراج وعرفوا حجم هذه الكواكب والمسافات التي من بينها وترتيبها ودورانها حول الشمس وهم الذين وضعوا التقويم الشمس والقمر وثبتوا مواعيد الفصول ووضعوا الأيام وأيام الأسبوع السبعة وتقسيم اليوم إلى ساعات وصنعوا العدسة والمرأة وكثير من الأشياء التي نستعملها اليوم كما برعوا في الموسيقى ووضعوا السلم الموسيقي وصنعوا الآلات الموسيقية وأسسوا فرق أنشاد ورقص في المناسبات والأعيات وسبكوا الذهب والفضة والمعادن وصنعوا المجوهرات وأدوات الزينة واللباس إذن يمكن أن نقول أن الحضارة السومارية لم تترك تقريبا شيئا مما نعرفه اليوم إلا قد استعملتها ونقلتها للحضارات التي بعدها كما هي قد ورثتها من الذي قبلها إذن هكاكا نعرف الحضارة السومارية كانت حضارة بأتم معنى الكلمة وبعد لعرفنا هذه الفكرة عن هذه الحضارة الذي أبهرت العالم والعلماء والذي أمرها إلى هذه الساعة مزال نوعا ما غامض عرفنا طوى أهمية هذه الحضارة ولماذا تم نسيانها وأهمالها لأنهم سرقوها ومن حسن الحظ إنها دونت كل شيء حتى وصل إلينا اليوم وعرفنا هذه الحضارة إذن بعد لعرفنا هذا الشيء وننتقل إلى آخر نقطة في الحضارة السومارية وهي معتقداتها وكيف ترى الكون والعالم وأصل الإنسان وما هي فكرتها حول الأسئلة الأوجودية وكما برع السوماريون في كل شيء تقريبا برعوا أيضا في الخيال والتصور وبناء عقائد خاصة بهم وكان لديهم معتقدات جدا خاصة رغم التعدد الذي كانوا يعيشونه والتنوع العقائدي قبل أن أتكلم على المعتقد السوماري علينا كالعادة نسرد التطور التاريخي للمعتقد عند الإنسان عبر التاريخ لأن كما قلنا ونقول لا شيء يظهر صدفة ولا شيء يأتي من السماء وإنما كل شيء يتطور عبر الزمان والظروف إلى أن يصل إلى ما يصل إليه وهذا ينطبق أيضا على المعتقدات عندما كان الإنسان قريب من الحيوان كان مثله مثل الحيوان ليس لديه معتقد ولا إيمان ليس هناك حيوان مؤمن ولا حيوان عنده معتقد وإنما أول ما بدأ الإيمان والاعتقاد عند الإنسان أصبح الإنسان منفصل عن عالم الحيوان ولهذا أقول دائما ما يميز الإنسان على الحيوان هو إن الإنسان حيوان مؤمن وهذا الإيمان الذي ظهر عند الإنسان في الأول كان إيمان بدائي ونتيجة هذا الإيمان هو تطور الوعي والإدراك عند الإنسان الأول لأن الحيوان العادي لا يدرك كل ما حوله وليس له وعي في درجة الإنسان وتطور الوعي والإدراك هو الذي جعل الإنسان يبدأ يتكون فيه الإيمان ولكن كما قلنا الإيمان في الأول كان جدا بدائيا أول ما دفع الإنسان إلى ظهور الإيمان أو الاعتقاد بدأ عندما وعى وأدرك الموت فالإنسان عندما تطور وآنص النار وأصبح يعيش في مجموعات بشرية أصبح يألف الإنسان الذي معه في المجموعة وعندما أدرك ورأى أن ذلك الشخص يموت حصل لديه في داخله نوع من الحزن ومن الرعب من فقدانه الحبيب أو الإنسان الذي تعود عليه والوعي الإنساني لم يقبل هذا الفراق ولهذا بدأ يخلق بداية نوع من الإيمان على أن ذلك الشخص في الحقيقة لم يموت وإنما ذهب إلى عالم آخر وخاصة أن الإنسان يتواصل في حياته اليومية يتذكر ذلك الشخص ويحلم به في النوم فاعتقد وآمن على أن هناك عالم موازي يذهب إليه الأموات ومن هنا بدأ يفكر في دفن الأموات وقيام ببعض التواقيس لكي يساعد ذلك الميت للذهاب للعالم الآخر من هنا بدأت فكرة الإيمان هو الخوف من الموت عندما شاهده في الطرف المقابل ثم بدأ يخاف هو بحد ذاته أن يموت ويفارق المجموعة هذا من جهة من جهة أخرى كانت الأموات التي تموت هناك الطيب أو رئيس القبيلة أو المحبوب فكانوا يطلقون على أنه عندما يموت يواصل على حماية القبيلة ويحافظ عليها ويكون مصدر رحمة ومصدر شفقة لهم بينما الإنسان الغير محبوب والشرير يعتبرونه روح شريرة يذهب إلى العالم الآخر ويواصل في القيام بالشر للقبيلة متاعه هذه الفكرة متاع الخير والشر تكونت عند الإنسان الأول وبدأت تتطور مع الزمان ومع الوقت وأصبح الإنسان يفعل الخير ويبتعد عن الشر خوف أن يموت ويصبح روح شريرة ثم أخذ يتطور هذا الإيمان فأصبح يجعل رموز لهؤلاء الأشخاص سواء كانوا خيرين أو شريرين من أجل الرجاء رحمتهم أو اتقاء شرهم وهذه الرموز بدأت تأخذ أشكال ثم بدأ يتطور هذا الفكر حتى أصبح الإنسان يؤمن بما حوله أن كل شي عنده روح حتى الحيوان حتى عندما بدأ يرسم بعض الحيوانات في الكهوف عندما يرسم مثلا الأسد هو عبارة على أن يمتلك روح كل الأسود كل المجموعة الأسدية ويمكن أن يسيطر عليها لأن في الأول الإنسان أول ما وعاه وجد نفسه ضعيف أمام هذه الطبيعة أمام الرياح أمام الكوارث أمام الحيوانات المفترسة فكان في حاجة شي تحميه من هذا الخوف ومن هذا الرعب فاضطر أن يؤمن ويخلق إيمان يحميه من كل هذا الشيء وهذا الشيء بدأ يتطور مع الوقت يعني كل ما يتطور الإنسان ويتطور وعي الإنسان بدأ هذا الشيء يأخذ شكل اعتقاد فصنع ما يسمى رموز وأشكال للأجداد وبدأ يعبد الأجداد ويقدس الأجداد وإلى يومنا هذا أخذت أشكال أخرى مثل مثلا التبرك بالأولياء أو التبرك بالأنبياء وهي نفس الفكرة التي ظهرت عند الإنسان من الأول ولكن مع التطور الإنسان بدأ حتى ما يسمى بالكوارث التي حوله ينسبها لهذه الأرواح سوى الخيرة سوى الشريرة وآمن أيضا أن الرياح والعواصف والكوارث هي بدورها تتحكم فيها أرواح سوى خيرة أيضا أو شريرة كما يعتبر المطر والغيث والخير والصيد الوفير هو أن هذه الأرواح الخيرة هي التي ساعدته على ذلك الشيء فكان يقدم لها القرابين سوى لكي يرجو مخفرتها ورحمتها أو يقدم قرابين للأرواح الشريرة لكي يأمن شرها ومن هنا بدأت تظهر فكرة الخير والشر وفي الحقيقة فكرة الإيمان كانت قوة عند الإنسان خلاته ينجم يقاوم صعوبة الحياة وما عادش يحس روحه ضعيف قدام كل هذه المشاكل أي الإيمان بالنسبة للإنسان كان مصدر قوة وآمان واطمأنان خلاه ينجم يقدم ويواصل ويتطور وكلما يتطور الإنسان ويتطور الوعي لديه وينظر إلى بعيد وبدأ يتنقل من منطقة إلى منطقة فقدس الجبال وقدس الأنهار سوى تقديس على أساس أنها تجلب له الخير أو تقديس على أنها شيء شرير يجب أن يتقي شرها وهكذا بدأ يرتفع ويذهب أبعد فأبعد وينظر ما حوله وبدأ يعمر الأرض وبدأت تظهر ما يسمى فكرة عبادة ما يسمى السحاب أو الشمس أو القمر وبدأ يبعد كل مرة يبعد يعني من اللي كان يحد الحدود متاعه في الأشخاص اللي ماتوا أصبح يحددها بالأنهار أو بالجبال ثم ببعض الأحجار وبعض الرموز ثم بالرياح والمظاهر الطبيعية ثم أخذ بعض الحيوانات على أساس أنها تنتقل إليها هذه الأرواح سوى كانت الشريرة أو الخيرة ثم بدأ يلاحظ ويرى أن هذا الكون يسير بطريقة معينة فخلق تخيل في مخه على أن هناك إله للشمس وإله للقمر وإله للسحاب وإله للمطر وهكاكب بدأ يتطور 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 ومن هنا وصلنا إلى ما يسمى الحضارة السومارية التي لخصت كل المعتقدات البشرية من أول ظهورها وكلما يتطور الوعي والإدراك عند الإنسان كلما يتطور الإيمان والاعتقاد إذن هنا وصلنا إلى الحضارة السومارية ونحاول أن نعرف ما هي المعتقدات السومارية تتلخص المعتقدات السومارية في صحيفة الملك وهي صحيفة حجرية منحوطة محفوظة في خزائن الملك وهذه الصحيفة هي أكثر الآثار الغريبة لما تحتويه من أخبار وتاريخ تلك الحضارة ويعتبرون أن تاريخهم يعود إلى أربعمائة ألف سنة قبل كتابتها في هذه الصحيفة السومارية موجود أن السوماريين كانوا يقسمون التاريخ إلى قسمين القسم الأول ما قبل الطوفان والقسم الثاني ما بعد الطوفان وتقول الصحيفة أن هناك ثلاثة آلهات جاءوا من السماء على الأرض وظهرت رسوماتهم على اللواحات الجدارية مع مركبات غريبة وذات أجنحة اسم هذوم الثلاثة آلهات هما نبهيليم ونيفيليم وإلهيم وإلهيم هذا هو الذي اتخذه اليهود إله لهم وهو يعني الرب القدير وتقول الصحيفة أن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أبناء إله واحد وكانت صلاة السوماريين توجه إلى الأب وبسيغة التوحيد ويقولون أنه يسكن في كوكب يطلق عليه نيبيرو الذي أولاده زار الأرض سومار وهذه فكرة التثليث الذي نجدها في المسيحية أما الرب الأوحد الواحد نجدها في الإسلام اللي هو الرب الأعلى تقول الصحيفة أن السنة في كوكب نيبيرو تساوي 3600 سنة من سنوات الأرض ويطلق عليه صار ويقولون أن الثلاثة آلهات الإيجاوة الأرض سومر كان عمرهم 120 صار وتقول الصحيفة أن هناك قوم كانوا يعيشون في أرض سومر وغمرهم الطفان وتقول الصحيفة أن هناك حضارة أخرى متطورة جدا موجودة في كوكب آخر بين المريخ ومشتري وجاءت إلى الأرض للبحث على المعادن كالذهب والفضة والزعبة ونزلت في منطقة سومر وكانت متجهة نحو جنوب إفريقيا لأن تعتبر إفريقيا هي مكان المعادن واشتغلت هناك لاستخراج هذه المعادن ولكن بعد فترة طويلة تعبت وجاءت هالأوامر من الكوكب متاحها أنهم يعملوا تحويل جيني فلهذا بحثوا عن أقرب حيوان يشبه لهم القاومة يسمى بالإنسان الأول الغير عاقل فاخذوا البويضة منتع الأنثى متاعه ولقحوها بالماني متاحهم وحطوها في بطن واحدة من الآلهة ولكن كل مرة يخرج لهم المولود يا أما معاق يا أما عقيم وتكررت العملية عدة مرات ولكن في الأخير تمكنوا من مولود سليم سموه أدابة ثم نجحت العملية مرة أخرى وتكون زوج من أنثى وذكر اللي سموه أدمو اللي جاء منها آدم وهم أول زوجين من البشر ومن هناك جاءت الإنسانية العاقلة وعمرت الأرض على حسب الأسطورة السومارية قالوا أنها ظهر في إفريقيا وانتشر في بقية العالم وتقول الأسطورة أن هؤلاء الآلهة بعدما كملوا استخراج المعادن واستعملوا هذاك الإنسان العاقل مشاوا على رواحهم وعلموا السوماريين كل العلوم من الفن ومن الكواكب ومن علم النجوم ومن الموسيقى ومن الحساب ومن السنين يعتبروا أن كل علومهم مأخوذة من هذم المخلوقات اللي جاءوا من الفضاء هذه هي تقريبا ملخص الأسطورة السومارية طبعا أي واحد يبحث على جوجل سوف يجد كل القصة كاملة وسوف تلقى قصة موسى وقصة عيسى وقصة الإسراء والمعراج وكل ما هو موجود في الديانات التي يطلق عليها سماوية اللي ماخذة من هذه الأسطورة السومارية ولكن هنا الواحد يتسائل يقول لك هل هذه أسطورة أم حقيقة الجواب يرجع لي كنتي وعلى حسب مستوى وعيك وفين تبحث على خطرك تبحث في جوجل تطلقى آلاف وآلاف البحوث اللي تعمل ما يسمى بالأعجاز السوماري العلمي وتحاول بش تبيلك اللي قالوه السوماريين أثبتوا العلم حاليا وكانت حاب تمشي تقرأ أكاديميا تلقى زادة اللي هذه عبارة على أسطورة وكل واحد إش يحب تحب تؤمن بيها أؤمن بيها ما تحبش تؤمن بيها ما تؤمنش بيها المهم هي أكثر منطقية وأكثر واقعية من الأسطورة الخرافية الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية هذا أكيد ولكن سؤال آخر يطرح لماذا السوماريين كتبوا هذه الأسطورة؟ علش كتبوها؟ في الحقيقة لو نفكروا هكاية شوية منطقيا نلقاوا أن الحضارة السومارية ما عادش معانتها مجموعات بشرية صغيرة أصبحت مدن كبيرة فيها عشرات الآلاف من الناس ويشتعكم هدوم الناس الكل وتسيطر عليهم لازم تخلق لهم فكرة تعطيهم حاجة تخليهم يتيعوك وتجعل من الملوك اللي يحكموا في هدوم الناس أنك نصف بشري ونصف آلهة أو أنك عندك قوة غيبية أو عندك قوة من كوكب آخر أعطاك هذه القوة بش تنجم تغذى المية تلف ولا الميتين ألف ساكن اللي في المدينة متاعك وتخليهم يتقربوا لك ويخافوا منك ويتيعوك إذن الفكرة السومارية هذه أو الأسطورة السومارية هي ما يسمى توافق الدين مع أو المعتقد مع الملك من أجل تحكم الناس على خطر ما تنجمش تحكمهم وأنت تقول لهم أراك كيفك كيفهم هكاكا يولي طالبوك بالحقوق متاحهم وعندما تجيب لهم هذه الفكرة تخليهم خاضعين وخايفين منك إذن هي الفكرة هذه بحد ذاتها من أجل خلق إله فوق الأرض ويكون عنده عبيد تحته يتقربوله ويعملوا ليحب عليه هو وهما يكونوا كان يخدموا ومطيعين للأمر متاعه إذن هؤلاء الملوك الذي يحكموا النجم قوله في إمبراطورية ما عندهمش حل آخر كان بهذه الفكرة استغلوا المخزون الخوف الطبيعي من الموت عند الإنسان ومن المخزون الاعتقادي الإيماني اللي دام مئات الآلاف من السنين وتصوروا هذه الفكرة وجابوها وكتبوها ونشروها بش نجموا يحكموا كما مثلا أنت وواحد يكتب قصة خيالية وبعد ما عندها الناس تؤمن بها وتولي حقيقة وتجيب بعد ألف سنة يقول لك هذه القصة الحقيقية راهي جات من السماء وسوف نفصل في بقية الفيديوهات هذه النقطة وما يسمى الإيمان الطبيعي والإيمان المصطنع يعتبر المعتقد السوماري هو نوعا ما أول إيمان مصطنع من أجل السيطرة على الناس واستغلال ضعفهم وخوفهم خاصة من الموت ولكن الواحد يقول هوا حاجات قالوها السوماريين طلعت صحيحة بالطبع كان أنت تحب تشوفها صحيحة تشوفها صحيحة كما المسلم يشوف اللي يفهم أعجاز علمي في القرآن ولا مثلا نجي أنا نخذ لك رسم حجري عنده مئتين ألف سنة متاع إنسان مرسوم فوق حجم دورة في إحدى المغارات في أوروبا أو في إفريقيا ونجي نقول لك اللي هذا الإنسان كان يعرف اللي الأرض مدورة أنا بالعلم متاعي يتوى نحكم على حاجة إنسان يرسمها عنده قداش من ألف سنة إذن اللي يحب يؤمن يؤمن لكن فما واقع فما أدلة علمية فما حقائق ويمكن واحد ساعات يتصور حاجة وتطلع صحيحة يمكن ولكن ليس يعني إن هناك مخلوقات فضائية هبطت من السماء أو إله أو كل هذه الخرافات هذه الخرافات صنعها بعض الناس وآمنوا بها ناس خرين وحكموا بها وسيطروا بها على البشر إذن هذه الفكرة واضحة حول الحضارة السمارية ونختم هذا الفيديو لكي ننتقل في الفيديو القادم بيش نتكلموا على بقية الحضارات وحدة وحدة حتى نوصلوا للشرق الأوسط وظهور الإسلام ونفهم كل الأديان ما تسمى سماوية ما هي إلا سارقة من بعضها والكل هم سارقين من الحضارة السمارية أرجعوا أبحثوا في الحضارة السمارية سوف تلقاوا كل ما هو موجود في هذه الأديان قالوه السماريين قبلهم وشكرا على التشجيع وشكرا على توزيع الفيديوهات ومع فيديو قادم وبسلام